موسيقى ده يقوم استمرار مدور من قرب الصحافين استمرار لأيام أخرى ولجود أخرى مع رسالتنا النقابة خلال فتاة الماضية اللي هي بدأت من يوم تضامني مع عاقب طفان الأقصى ومع بداية الأدوان الهامجي الصهيوني ضد أعلينا في غزة وضد أهلام فلسطين واستمرت فائد لجنة توصيب برائم الحرب ولجنة توصيب برائم الإعلام الغربي بعض الشعب الفلسطيني ومخطبات مختلفة رجاءات مختلفة لمحاكمة منتكب هذه الجرائم ومنتكب الجرائم ضد الصحفيين وايضا ليت يوم مؤتمر كبير أو مؤتمرات متعددة من أجل قضية فلسطين أخرها مؤتمر في ذكرة 30 يوم بالزبط على طفان الأقصى لرصد جرائم الاحتمال والمحرقة السولينية بحق أهلنا في فلسطين اليوم هو يوم تضامني هو يوم استمرار لذلك هو يوم مع فلسطين من قلب المقابة الصعاطيين هي رسالة من القلب اللي تمنع أن تصر رغم يعني بشاعة الجريمة التي ترتكب رغم بشاعة الاستهداف الذي يتم رغم كل الجريمة المجاعة رغم قلوبنا التي تدمى من حجم بالأمس كان يوم استهداف المستشفيات نحن أمام جريمة حرب لا يمكن لأحد يعني لم يتصورها أحد أمام تواطئ دولي وأمام لأول مرة نرى من يدافعون عن استمرار العدوان لا وقفه لذلك جزء من مهمنا أن يكون أن نتكلم عن وقف هذا العدوان أن يكون لدينا صوتاً أن يكون هناك صوت يخرج من هذا البلد وصوت دولي لوقف هذا العدوان فوراً ولوقف هذه المحرقة فوراً اليوم هو جد من هذه الفعالية ترجمة نانسي قنقر